ثلاثة ربنا ولا هيكلمهم ولا هيبص في وشهم يوم القيامة بس كده لا ولا هم عذاب قليم اوعى وانتي اوعى تكونوا من الثلاثة دول يلا تعالوا نشوف ميني الناس دي زي ما جاي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيروي ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم مين التلاتة دول يا رسول الله شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر رواه مسلم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم خلونا بس كده نبص في معنى الحديث دوت بالراحة التلاتة دول ربنا سبحانه وتعالى مش هيبص لهم ولا هيكلمهم ولا هيزكيهم ولهم عذاب أليم طيب هو مش الزنا أصلا حرام هو مش الكبر أصلا والتكبر أصلا حرام هو مش الكذب أصلا حرام طب ليه ربنا سبحانه وتعالى اختص في الزنا الشيخ والشيخ هنا معناها الراجل الكبير في السن مش الشيخ أبودقن اللي هو عالم الدين لا 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 لغويا معنى كلمة الشيخ هي إن واحد يبقى عالم في الدين أو كبير في السن علشان كده مش كل شيخ 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 زانن ليه اختص مع الزنا الشيخ الكبير في السن هو الزنا أصلا حرام وكبيرة على الصغير والكبير ولكن اختص الله سبحانه وتعالى الشيخ الكبير في السن بالعقوبة القاسية قوي دي لأن دواعي الزنا عنده أقل من الشباب مفيش الشهوة مفيش اللزة مفيش الغرائز الكبيرة أو اللي عند الشباب اللي تستدعيل الزنا وبيقع في الزنا فهياخد على دماغه يوم القامة كذلك الكذب حرام طب ليه ربنا سبحانه وتعالى اختص الملك أو الحاكم في الحديث ده بالعقوبة الشديدة يوم القيامة دي ليه لأن الملك معاه اللي مش مع غيره مع ملكه ومع سلطة ومع حكمه ومع ماله ومع حاشية تحته ومع كل المقومات اللي ما تخلوش يجدب أصلا هتجدب على مين وليه وازاي وفين وانت عايز ايه ليه تجدب ده انت ملك يا ابني انت في حاجة في دماغك هتجدب ليه انت متجدبش انت لو عايز الحاشية اللي تحتك كلها تجدب هيجدبه فعلشان دواع الكذب عنده قليلة مش موجودة اصلا وبيجدب فهيتنفخ يوم القيامة هيبقى عذابه مضاعف لا يكلمه الله ولا ينظر إليه ولا يزكيه ولا هو عذاب قليم بنص الحديث الصنف الثالث عائل مستكبر وهو الفقير انت بتتكبر علي ايه يعني لمال ولا جاه ولا سلطة ولا اي حاجة بتتكبر علي ايه لان دواعي الكبر عنده مش موجودة يعني لا انت معاك فلوس فبنقول الفلوس دي بتغريك فبتتكبر علي خلق الله لا انت معاك سلطة فبنقول السلطة دي بتخليك تتكبر علي خلق الله لا انت معاك اي حاجة وبتتكبر علي ايه لان دواعي الكبر عنده مش موجودة وبيتكبر هتتنفخ متقلقش وعائل مستكبر اي فقير مستكبر التلاتة دول والتلات اصناف دول ومن على شاكلتهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لا يكلمهم ولا ينظروا اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب قليم اوعى وانت اوعى تكونوا واحد من التلاتة دول اوعى تكون راجل كبير في السن كده زي ما بيقولوا شح تمام وتقع في الزنا وانت اوعى يكون معاك مال وصلت وجاه وتجدب او تقع في الزنا او تقع في اي محرم ولكن احنا دلوقتي بنتكلم على الحديث ده وتجدب وانت اوعى يكون ربنا سبحانه وتعالى مبتليك بالفقر وتتكبر اوعى ايضا اوعى برضو هعيد على النقطة دي تانى كل الذنوب على كل الخلق حرام ولكن عندما تقل ولكن لما ما تلاقيش الدوافع للزنب وتقع فيه فانت كده بتستعبط بصراحة يعني ما هيعملهاش حل للك انت بتستعبط من فضلك ما تستعبط عشان ما تحطش عليك يوم الايامه واصل واصل يلا اشوفكو على خير سلام عليك استنى بس استنى بس استنى بس الراح فين انت نسيت الورد بتاع القرآن صح ونسيت الصيام بتاع اثنين وخميس صح ونسيت قيام الليل بتاع كل يوم ولو ركع واحدة ده صح بفكرك بيهم وهو هرجع افكرك تانى يلا سلام عليكم اشتركوا في القناة